سموه بالنجاحات التي تحققت في قطاع سباقات الخيل والتي ساهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين العالمية على صعيد هذه الرياضة جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل الذي عقد اليوم حيث أعرب سموه في بداية الاجتماع عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضله برعاية مهرجان سباق الخيل على كأس سمو ولي العهد مؤكدا أن هذا الدعم يشكل دافعا مستمرا لتحقيق المزيد على صعيد قطاع سباقات الخيل بما يحقق الأهداف المرجوة واطلع سموه على سلسلة استعدادات نادي راشد الفروسية وسباق الخيل لتنظيم مهرجان سباق الخيل الذي سيقام على كأس جلالة الملك وكأس الميثاق حيث أكد أهمية مضاعفة الجهود من أجل نجاح البطولات المقبلة بأعلى المستويات بما يتماشى مع مسيرة الإنجازات في هذه الرياضة وأشاد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد في هذا الصدد بجهود منتسبين دراش للفروسية وسباق الخيل في تحقيق البرامج والأهداف التطويرية منوها بما تتمتع به الكوادر الوطنية من مهارات وخبرات تراكمية تدعم إدارة وتنظيم سباقات الخيل الإقليمية والعالمية ولفت سموه إلى مواصلة وضع الخطط والاستراتيجيات داعمة للفرسان البحرينيين والمدربين والملاك وأصحاب الإستبلات والعمل على تبني مبادرات مبتكرة تواكب آخر مستجدات هذه الرياضة وتسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين في قطاع سباقات الخيل هذا وقد استعرض الاجتماع عددا من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية لنادي الراشد للفروسية وسباق الخيل ومستجدات حوكمة مختلف مسارات عمله لضمان استدامة تطويره حيث أكد سموه أهمية مواصلة العمل وفق الخطط والأولويات المعتمدة بما يدعم قطاع سباقات الخيل كأحد القطاعات الرياضية الواعدة ترجمة نانسي قنقر